عايز بس اوقف عنده نقطة احمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر وبينكو سين افشة بس مش عايزة دوس على افشة او عشان ملحقش او يعني افشة مش من العيبة اللي بتاخد كتير زي عبدالقادر وطاهر في الفترة الاخيرة انا بستغربهم بصراحة انتو اتنين بدئين اساسيين مع النادي الاهلي مع مرس الكورر واحد الجناح الايصر واحد الجناح الايمن طاهر اصاب شوية وعبدالقادر مستوها بط شوية فبيعضوا عن التشكيلة الاساسية اكيد نفسك ترجع للتشكيلة الاساسية بس ما ترجعش التشكيلة الاساسية وانت بتقول ايه انا النجم المركز ده بتاعي فانا هنزل كده كده هلعب لأ انت لو هتاخد تلات دقايق تلات دقايق بس في المباراة انزل موت نفسك وركز جدا 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 للمباراة التانية على التوالي طاهر محمد طاهر واحمد عبدالله لما بينزلوا الاداء بتاع الاهلي يتحول او يتراجع بالعكس لانت المفروض تنزل تبقى احسن بكتير من اللي كانوا موجودين عشان انت بستني الفرص انا بقول كده عشان حمد عبدالقادر لعب كبير وطاهر محمد طاهر لعب كبير بس تغربهم بس وانا بقول الكلام ده عشان انت المفروض تبقوا ورق موجود في النادي الاهلي افرد مثلا لا قدر الله حسين ولا بيرس بقى بلاش اصوات توقفوا انظرات غاب كهرباء يعني اللعابة اللعابة على الدكة دي لازم تبقى فاهمة انها ممكن في اي وقت تبقى لعبة قسية مش عالق الكرة بتاع الحمد عبدالقادر دي مدايقاني جدا بالمناسبة هي مدايقاني جدا بس مش عايز مبالغة في الهجوم على عبدالقادر هو كهرباء المطش اللي فات ضايع انفراد غريب جدا قدام التراجل لو تذكره غريب جدا بس بس كهرباء عشان مجمع اعماله كويسة فالناس تفوت له واحدة ممكن تفوت له اتنين وثلاثة لكن عبدالقادر لما بينزي الملعب اخطاء في الباص اخطاء في القرارات اخطاء في اضاعة الفرص فالناس مش مسكالوا يا انت ضايعت الفرصة دي انا انا مدايق مش عشان ضايع الفرصة اي لعب في العالم بيضايع فرص واسهل من دي كمان انا مدايق بس ان الكرة كانت حلوة 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 فيها كرة اوروبية كرة عالمية كرة مانشيستر سيتي كده اللي احنا من يومين تلاتة شايفينها قدام ريال مدريد ذكرى الوحشة دي فهي دي بس اللي كانت خسارة يعني هي دي بس من حاجات القليلة